بما أن احنا اتكلمنا على التحديات اللي بيواجهها العابر بعد عبوره يعني بعد عبوره انفصاله عن الأهل وعن المجتمع بيواجه يعني بيخلي جواه مخاوف وخصوصا أن بعض العابرين أو فيه نسبة كبيرة قوي من العابرين بيكونوا بيسيبوا البلد بتاعتهم بيحاول أنهم يلاقلهم وطن تاني لأن طبعا مش قادرين يعيشوا مسيحيتهم في بلدهم وكده فبيتواجه يعني بينشأ جواهم مخاوف المخاوف ده هي بتكبر للأسف وأنا شفت ناس من العابرين بيبقى المخاوف دي بتسيطر عليهم مخاوف بيبقوا قاعدين قلقانين طول الوقت بيجي لهم من كتر المشاكل الداخلية جواه كنيسة والكلمات السلبية اللي هما دايما بيسمعوها بينحصروا في نفسهم ويبتدوا أن هما يستسلموا للاكتئاب أنا نفسي أن العابر اللي بيوصل للنقطة ده هي يفتكر محبة المسيح أنا ما كنت بوصل لحتة أن أنا أبقى بتعب فيها قوي قوي وأنا بقى لي سنين في الرب مع المسيح بقى لي سنين جئ طويلة كنت برجع أقرأ سفر نشيد الأنشاد وسفر نشيد الأنشاد تأمل فيه أنه هو بيكلم عن المسيح والكنيسة فيه يعني بما أنه هو بيكلم عن العروس والعريس والمسيح هو عريس الكنيسة فهو تأمليا بالعلاقة ده هي فبتجي كنت أقرأ وبتجي أن أنا أكلم الله وأقول له أنا محتاجة أن أنا أرجع للمحبة ده هي أرجع للحضن ده محتاجة أن أنا أرجع للمسات الروح القدس تبقى بتشتعل جوايا عمل الروح القدس أنا محتاجة أن حياتي تكون مختلفة ما كونش بتأثر من الظروف المحيطة بي لكن أنا بأؤثر في الظروف اللي بتحصل بغض النظر عن المتاعب والمصاعب لكن أكون مؤثرة فيك بك وبكلمتك وأكون وقفة وسبتة على الصخر إحنا كعابرين بنحس أن إحنا مقطعين من شجرة أنا كتير كنت بيحس بيوصل للمشاعر ده هي أن إحنا بنبقى تطلعين من عائلات بتبقى عائلات عادة كبيرة وفيها تجمعات كتيرة وفيها أنت عارف طبعا الشرق الأوسط فقولي أن أنا نخلع من الجو ده هو أبقى الوحدي ده كان أمر بيزعجني وكان بيقلمني وكان الرب بييجي بيطبطب علي بالروح القدس كده تلاقي لمسات الروح القدس كده تيجي تشفي تشفي الوحدة وتشفي الخوف والوعود اللي في كتاب المقدس تطلع وتبان المسلم جاي بخزين من الأفكار المغلوطة عن الله الكتاب المقدس هو النقيد لهذه الأفكار يعني الله ما بيكلمش حد الله بيكلمني وبيكلمني وبيرشدني والله لا يتركني الله بيوديني النار ويدخلني النار لكن الله في الكتاب المقدس بيضمن لي أبديتي بتلاقي أن الأفكار دي بتبقى لها تأثير في حياة العابر وهو في خضام المشاكل فالحل أنه هو يبتدي يقرأ في الكتاب المقدس لو أنت بتقرأ أول مرة في كتاب المقدس أو أنت قريت مئة مرة في كتاب المقدس ومش فاهم قل له يا رب افتح عيني عشان أفهم وإصرارك في أنك أنت تقرأ في كتاب المقدس وإصرارك في أنك أنت تكمل إراية في كتاب المقدس هتلاقي الرب في محبته بيفتح عينيك وبيديك من الكتاب أمور فائقة للطبيعة يعني أمور تغير أمور تنزعك من مخاوفك من إحساسك بالوحدة وبحررك والتحرير طبعا وهيملك بأحشاء ما كان بقى الحزن والاكتئاب والمخاوف هتلاقي بقى أحشاء المسيح تنساكب بقى وتلاقي أننا اللي أنا أخايف منه هتطلع صلوات للناس اللي خايف بدل ما أنا عايز اللي يشيلني أبتجي أنا أشيل فهم قصدي؟ يعني أنا قعدت سنين قدام الرب بابكي سنين طويلة قدام الرب بعيد يا رب أنا محتاجة أسرة أنا محتاجة حد يحتضني أنا محتاجة ملياش حد أنا مفيش حد بيهتم بي وإحنا ملناش عيلة وبعدين الرب حررني إزاي؟ قال لي أنت تبقى العيلة أنت تبقى الأم أنت تبقى الحضن أنت أنت اللي هتطبطب على الناس وأنت اللي هتحتضني يومي وسكى بجواي أحشاء المسيح لدرجة أن الواحد الناس بتقولك البرايفسي يعني خصوصيتي بيعملوا حدود البعض عشان خصوصية ربنا تكسر الحدود دهيت عندي درجة أن إحنا بيتنا مفتوح دايما لأي حد ييجي ليه؟ لأن أنا بدل ما أنا بدور وبعاية للرب رب بأحشاء المسيح اللي سكبها جواي وده اختباري يعني أكيد اتغيرت وده نفسي يكون اختبار كل واحد منحصر في ذاته وبعيد عن الكنيزة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر